وللتعليق والقراءة السياسية انضم إلينا من رمالة الباحث في الشؤون السياسية أستاذ أحمد زكارما بعد التحية إذن أستاذ أحمد يوم أمس كان حافلاً بالأحداث والتطورات الدراماتيكية على صعيد الجبهة لبنان وكذلك أيضاً المجازر التي يرتكبها الاحتلال في كل يوم في قطاع غزة دعنا نبدأ من التطورات في لبنان مع هذه الصدمة التي لم يفق منها المستويات سواء السياسية أو العسكرية كيف تلحظ التصريحات في عقاب هذه العملية النوعية لحزب الله صباح خير عليك أخي عبد الناصر وعلى مشاهدينك التصريحات كانت بدأت من يوم التاسع من هذا الشهر من قبل حزب الله حينما هدد تحويل حيفا إلى مستوطنات الشمال وهي الجملة التي كررها من قبل الشهيد الراحل حسن نصر الله ولكن إسرائيل التي حول نتنياهو حول قوتها أو فائد القوة لديها إلى عجز أمني أوصلها إلى هذه النتيجة لماذا؟ لأن محاولات إسرائيل الاستخدام أو عدم الاستخدام الأمثل للقوة هو جعلها مفرغة من مضامينها الرضعية وهذا يقول بأنها بشكل أو بآخر سقطت في هذا الشرك عدم الاستخدام الأمثل للقوة هذه الجملة التي أشار إليها قبل ماكس فيبر حينما كان يتحدث عن ظواهر الدول الفاشلة في هذه المسألة تحديدا نستطيع أن نقرأ ما حدث في العشاء الأخير الذي أراده نتنياهو أن يكون عشاء أول قبل الاجتياح أو قبل الهجوم على لبنان كما هاجم قبلا على قطاع غزة يعني نتنياهو سبق له أن أخطأ منذ بدأ هذه العمليات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكذلك في لبنان هو أخطأ على أكثر من مستوى فكري له علاقة بتشبيه حركات المقاومة وتحديدا حماس وحزب الله بداعش وقطع الرؤوس وإلى آخره هذا ما شكل حاجز لربما نفسي أمام يهود العالم حينما يستدعو إلى إسرائيل حاول وعمل على حالة تحشيد إعلامي وصل بأحد الوزراء أن يطالب بقصف غزة بالنووي هذا ما أثر فعليا على صورة إسرائيل حول العالم سمح للصيونية الدينية بالتحريض على الفلسطينيين وحمل السلاح ومصادرات الأراضي إلى آخره وهو ما سينقلب عليه في الداخل لأن كل سلاح مثل هذا السلاح في نهاية المطاف سيذهب إلى مكانه المعاكس إن أردنا القول الفشل في إدارة ملف السابع من شهر أكتوبر باعتماده الكل وهذا صار واضحا على الشريك الأمريكي هذا قال بأن الدولة الإسرائيلية ليست هذا الجيش الذي لا يقر أو هذه القوة التي لديها قوة راضعة كبيرة التهويل من قوة المقاومة سواء على جبهة الشمال أو على الجنوب هزة صورة الجيش الإسرائيلي وصورة قوة الراضعة كل هذه الأخطاء ما زال يكررها إلى يومنا هذا نتنياهو حينما يستخدم كل هذه القوة الهائلة ولا يستطيع أن يوفر الأمن وهو العنوان الرئيسي سواء في عملية الجنوب حينما تحدث عن أنه ينوي إعادة المستوطنين إلى مستوطنات الشمال أو حتى في قطاع غزة حينما تحدث عن استعادة الرهائن وتدمير قطاع غزة طيب هنا أسمح لأستاذ أحمد أمام ما تحضلت به إذا لم يرد نتنياهو يخسر وإذا رد يخسر أيضا نتنياهو فكيف تتوقع أن يكون شكل الرد على هذا الهجوم النوعي للمسيرة الإنقضاضية لحزب الله لا هو سيرد لأن هذه هي شخصية ملكوفيسكي نتنياهو ملكوفيسكي هذا الاسم الحقيقي الذي استعارى بعده كلمة نتنياهو كي يربط نفسه بهذه البلاد هذا الرجل الذي قيل عنه في أهم جامعات العالم أنه معتل نفسيا لا يمكن له أن يوقف الحرب لأن وقف الحرب بالنسبة له هو الذهاب إلى المسائلة القانونية في الداخل الإسرائيلي أضف على ذلك بأن حقيقة الأمر أن لا الشعب الفلسطيني ولا اللبناني يحارب إسرائيل هم يحاربون أمريكا وهذا مؤشراته باتت واضحة ما فيها منظومة الدفاع الأخيرة التي أرسلها بايدن إلى تل أبيب علما بأن هناك خلافات ما بين الإدارة الديمقراطية والحكومة الإسرائيلية ولكنها خلافات حول الأولويات وليس حول الأهداف وبالتالي نتنياهو إن أراد أن يتوقف عن الرد سيخسر الكثير وبالتالي هو لن يتوقف سيذهب إلى الرد لأنه لا يخسر شيء سواء نجح في هذا الرد أو لم ينجح وعليه أنا أتوقع أنه سيحاول إما استهداف نائب الأمين العام نعيم قاسب كي يقدم صورة انتصار للجبهة الداخلية وإما سيحاول أن يستهدف أحد كهدات حزب الله المتبقين ممكن رئيس المكتب الإعلامي ما بعرف بالضبط ولكن هذه لربما تكون إحدى الأهداف ولكن في نهاية المطاف علينا أن نقرأ هذه العملية علينا أن نقرأ أخي عبد النصر علينا أن نقرأ هذه العملية بوصفها رسالة بلغتين لغة تتحدث بلسان حزب الله والذي قيل بأنه خاسر ثلثي قواته العسكرية وتحديدا الساروخية ولغة تتحدث بلسان إيران التي تخذ فعليا قرار باستهدافها وهنا لا نستطيع أن نفصل اللاعب الإيراني عن اللاعب حزب الله لأنهم جبهة واحدة وبالتالي إيران أيضا تريد أن ترسل رسالة سواء للأمريكي أو للإسرائيلي بأن يدي طويلة وتستطيع أن تصل إلى كل مكان نعم إذن هناك ردان مرتقبان الهجومين الهجوم الإيراني وهجوم الأمس من قبل المسيرات على حيفا وعلى القاعدة العسكرية وأنت أشرت إلى منظومة الدفاع الأمريكية التي نشرت بطاريات ثاد في دولة الاحتلال أمام التوقع القادم والرد على إيران وعلى حزب الله ونشر منظومة الدفاع ثاد هل تحقق الردع المتآكل اليوم لدى الاحتلال؟ منظومة الدفاع أي منظومة الدفاع يعني يوجد فيها صغرة هذه الصغرة أنا لست رجل عسكري ولا نستطيع أنا وأنت الآن أن نحدد هذه الصغرات ولكن للعسكريين دائما نظرية أساسية بأن كل ما يصنع له صغرة هذه المنظومة أيضا لها تستطيع أن تجد لها ثغرات المقاومة سواء في قطاع غزة أو في لبنان أو حتى على الجبهة الإيرانية ولا ننسى هنا بأن هذه المنظومة تشبه إلى حد بعيد المنظومة الإيرانية المستوردة من الصينيين وهي موجودة في إيران اليوم هي منظومة الليزر وموجودة في مصر على كل الأحوال وهي منظومة عالية الكفاءة نعم ولكن كل هذه المنظومات لها صغرات ولذلك نجد على سبيل المثال أن المنظومة الدفاعية المصرية تقوم على ثلاث مستويات وليست على مستوى واحد لأن أي مستوى مهما كان عالي الضقة له ثغرات طيب أنت أشرط إلى أن نتنياهو الذي يسير بعكس التيار ولا يلتفت إلى بعض الأصوات خلينا نقول بعض الأصوات في داخل المجتمع الإسرائيلي تدعو إلى ضرورة مناقشة موضوع المحتجزين وإبرام صفقة وإنهاء هذه الجبهات المتصاعدة يوما بعد الآخر هل تعتقد بشخصية نتنياهو المعروفة يلتفت إلى هذه الأصوات أم أن الكرسي والمنصب والحضور السياسي وهذا الذي يتباهى به نتنياهو اليوم هو الطاغي على هذه الشخصية التي كما وصفها الكثيرون يعاني من جنون العظمة لا يريد اليوم إلا أن يحرق ويدمر كما فعل في غزة واليوم في لبنان هذه القضية بشكل دقيق لا تتوقف على أنه يريد أن يحرق ويقتلها فقط لا عفوا في عين الاعتبار بأن هناك أهداف معلنة وأهداف غير معلنة الأهداف المعلنة التي تحدث عنها نتنياهو عودة الرهائن وتدمير حركات المقاومة وتشفيف منابع المقاومة في الضفة وفي المحيط أيضا ولكن الأهداف غير المعلنة هو إنهاء القضية الفلسطينية الأهداف غير المعلنة هو إعادة احتلال قطاع غزة بشكل عام والاستلاء على كامل شمال غزة ولا أدري تماما لماذا العديد من الزملاء يتحدثون عن خطة الجنرالات هذه خطة معدة سلفا ليس من اليوم ولكن هذا هدف أساسي لأنه مرتبط بالأطماع الاقتصادية في شمالي غزة وبالتالي هذه الحرب لا يمكن أن يخرج منها نتنياهو إلا بالوصول إلى ما أراده يريد تطهير عرق في قطاع غزة يريد تقويد عملية السلام حل الدولتين بشكل نهائي عن طريق تقويد السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الضراع السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ويريد دفع أو خلق حالة مما يسمى بالبيئة الطاردة لما يسمى بالتحجير الطوعي وهو ليس طوعيا بكل الأحوال والتوسع الجغرافي وهذه النقطة نقطة التوسع الجغرافي علينا هنا أن ننتبه إلى أمرين أساسيا أو تصريحين أساسيا تصريح جاء على لسان سوموتريتش قبل السابع من شهر أكتوبر في حوار له والتصريح الآخر والذي لربما جاء مقصودا أو غير مقصود لا أدري تماما على لسان ترامب وهو يتحدث عن إسرائيل التي تبدو صغيرة ويجب أن تتوسع وبالتالي هذه الأهداف التوسعية هي موجودة في المخيال الإسرائيلي ويعتقد نيتانياهو في هذه اللحظة التاريخية أنها هي اللحظة الحاسمة والمواتية لضعف المنظومة الدولية من جهة لضعف المنظومة العربية من جهة أخرى ولضعف حتى الحلفاء الغربيين في لجمه برغم كل هذه التصريحات التي تخرج من هنا وهناك وبالتالي هو يذهب إلى ما يسميه هو بالشرق الأوسط الجديد يريد أن يكون هو اللاعب الاقتصادي والعسكري في المنطقة وهذا بالأصل مشروع أمريكي وليس مشروعا إسرائيليا صرفا هو مشروع بالأساس أمريكي لمحاولة التصدي لثلاث قوة أساسية في المنطقة القوة الصاعدة والعائدة والناشئة القوة الصاعدة هي الصين العائدة هي روسيا التي ظهرت أمام أمريكا في أوكرانيا فيزيائيا وتظهر في الشرق الأوسط لوجستيا والناشئة هي مجموعة البريكس التي تحاول لجم الولايات المتحدة الأمريكية في موضوعة الاقتصاد والصين التي انطلقت من سوريا في الشام إلى ليبيا وإلى السودان وهنا علينا أن ننتبه لماذا النيران اشتعلت في السودان لأن الإسرائيلي والأمريكي حرك هذه النيران ضد المصالح الصينية في أفرق شكرا لك أستاذ أحمد زكار ترجمة نانسي قنقر